لابت نظري حاجة مشاركة الاهلي في كاس العامل الانديه خلاص عرفنا التفاصيل والقصص وكلمنا عنها مبارح وقول مبارح وخلاص الموضوع تقفل والرجاء المغرب خلاص المسألة تقفلت والاهلي وكاس العالم ويبدأ بأكل عند سيتي والقراء هتتعامل وكل الكلام ده عرفناه والجوائز وكل حاجة يعني من 1 ل 11 فبراية والحاجة عامر حسين هو من حظنا الحلو انه ما عنده شعر لانه هو لو عنده شعر كان نتفه كل ما الجدول ييجي خش في مؤتمر المناخ المناخ بعد الجدول يتزبت خش في كاس العالم للاندية كل شواء الراجل يطلع له حاجة الحمد لله لانه ما عنده شعر حلو كده بس لفت نظري حاجة بقى كمان في فرنسا سوري في اسبانيا نادريال مدريد عنده نفس المشكلة دي تخيلوا بقى الراجل الرئيس الرب تهنيك بتاع فرنسا بتاع شابه الفرنسا ليه بتاع اسبانيا عامل بوليكا برضو هناك زي الحاجة عامل عندنا كده لدرجة انه هو بيهدد انه هو انه هو هيدرس اتخاذ اجراءات قانونية اسمه تيباس اللي هو رئيس الرب ته يعني انه هو هياخد اجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لانه الاتحاد الدولي اعلن عن تنظيم كاس العالم للاندية من 1-11 فبراير 23 في المغرب وده هيأثر على الجدول بتاع الليجا بتاع الدوري الاسباني جدول المادشات اللي هو ريال مدريد هيشارك في البطول طبعا ريال مدريد بيروح على السيمي فاينل فبيعور خمسة ايام يعني ريال مدريد اللي لدي قولها كده على بعض خمسة ايام فقالك انه احنا هنقاضي او هناخد اجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي طبعا كلام مش هيحصل لانه هو انما هو بيعمل ايه بيخبط في بريز الراجل اللي هو في لورنتينو بريز اللي هو رئيس النادي ريال مدريد في ظل الصدام الضخم بينهم من وقت بوضوع الكاس السوبر الاوروبي والمشاكل الكبيرة دي هو داك الفخناقة معاه مع الراجل ده وجمهور ريال مدريد انك بيغلي بعد التصرحات اللي قالها دي والرجل بيلمح انه ممكن يمنع ريال مدريد من المشاركة في السوبر في كاس العالم للاندية طبعا ما يقدرش لانه في الاخر ده دي بطولة رسمية بينظمة الاتحاد الدولي فان انت ما تشاركش فيها ده انت ممكن تقصل لحد يعني منع الكرة الاسبانية مشاركة في البطولات الدولية سنين هتخش في مواضيع هو مش قده انما هو ايه عبارة عن عيار ايه بيتضرب كده في الهاوية زي بتاع الافراح كده مصدسات الصوت زي العيار اللي ضربه لنا الحج عامر حسين اول ما تقلنا اول ما تقله ان الاهل حيشارك في كاس العالم للاندية